اشتركوا في القناة البلاد المفدى القائد الاعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب الجلالة ان ارفع الى مقامكم السامي بالاصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم في قوة دفاع البحرين اسمى ايات التهاني واطيب التبركات مقرونة بخالص الولاء لجلالتكم بمناسبة ذكرى الخامس من فبراير ومرور اثنين وخمسين عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين ان دعمكم المتواصل ورعايتكم الكريمة لها الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصلت اليه قوة دفاع البحرين من تطور وكفاءة عالية وجاهزية قتالية منضباط عسكري وسمعة طيبة يفخر بها كل مخلص لهذا الوطن سيدي صاحب الجلالة القائد الاعلى رجالكم في قوة دفاع البحرين يعاهدون الله عز وجل بان يظلوا جنودكم المخلصين لجلالتكم باذلين مزيدا من العطاء والتضحية في سبيل عزة ورفعة مملكتنا الغالية ضارعين الى الله العلي القدير ان يحفظكم ويرعاكم بعنايته وان يعيد هذه المناسبة على جلالتكم وانتم تنعمون بمغفور الصحة والسعادة وعلى وطننا الغالي بالتقدم والرقي والازدهار ودمتم يا صاحب الجلالة بحفظ الله سالمين موفقين المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن احمد الخليفة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها معالي الأخ المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى معاليكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بمغفور الصحة والعافية مقرونة بتقديرنا لمعاليكم ولجميع من سبي قوة دفاع البحرين الباسلة قادة وضباطا وجنودا لتهنئتكم لنا بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل الحصن الواقي لمملكة البحرين العزيزة وستبقى بإذن الله حيث يريدها ويريدها شعب البحرين العزيز قوية عتيدة يتمتع من سبوها بعلى درجات الكفاءة مؤزرة بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجاهزية ومعنويات عالية وافقة واستعدادا للتضحية لأجل سلامة هذا الوطن بكل الوفاء والولاء مقدرين ما بذلتموه وتبذلونه من جهد مخلص لتحقيق هذه الاهداف إن هذه القوة الباسلة موضع اعتزازنا العالي وتقديرنا العميق وثقتنا المطلقة نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ قوة دفاع البحرين وكل قوة الأمن في هذا الوطن العزيز دمتم سالمين بإذن الله حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر